موضوعنا اليوم قياس الصحيح لضغط الاطارات اكو كل سيارة اللي تاير مالتها احنا بالعراق نقول اللي جقد تخليليها هوى دائما يخابروني السيارة ما اخذها جديد جقد اخليلي التاير هوى البنشرتي دائما يقول خلولها اربعين او خمسة وثلاثين او ثلاثين جقد القياس الصحيح اخي العزيز القياس الصحيح لضغط الاطار تلقاون مكتوب بالباب فهيسان راح اوضح لكم يا ان شاء الله واشوفكم شون مكتوب وين مكتوب وهل الطائرات الامامية قياسا يختلف عن الطائرات الخلفية لو نفس الشي واذا تاير الاسبير مالتك الزغير اش قد كان القياس الهوى ماتة واش قد تقدر تمشي به هالسهمين راح اواضحة بس قبل لا اواضحة واروح راح تلقون الانستجرام مالتي بالوصف معقولة عندي 15 الف مشترك والانستجرام مالتي ما واصل الف متابع اش قد ما تقدرون دخلوا على انستجرام وسوولي فلو يعني سوولي متابعة بالانستجرام اش قد ما تقدرون بعد ما اوصيكم خلي نشوف الفيديو بعدين نرى خاصة بقياس ضغط الاطار شوف شلون اش قد مكتوب مكتوب قياس ماتين وخمسة وثلاثين وبصفة اربعة وثلاثين ماضح اذا هاي اللوحة ما كانت عندك هذه خاصة بالاطارات بصورة عامة شوف مرسم عليها صورة مع الاطار شقد السرعة مالتا ما اعرف شنو اذن كل التفاصيل موجودة هنا نعدنا بهاي اللوحة الثانية السعودة الموجودة شوف اش قد مكتوب مكتوب هنا مائتين وخمسة وثلاثين خمسة وخمسين عهر تسع بعاش هاد حجم مشنو حجم التاير وعليقولة باخوتنا السعودين قياس الجنط ههه هالمهم وهنا لا اش مكتوب مكتوب اربعة وثلاثين بي اس آي هذا حجم التاير у وقياس ضغط الهواء مالته. هنا حجم التاير الخلفي همين وقياس ضغط الاطار مالته. يعني نفس الشيء. التايرات الامامية والتايرات الخلفية. هس راح نروح للجنطة ونفتح التاير الاسبير وننزله ونشوف اذا كان التاير مالتك سيارتك خليجية والتاير مالتك هذا التاير الكبير يعني الويكاب مو صغير نفس القياس همين 34 بس اي خوش بس اذا كان صغير لا يختلف خلي نشوف. جينا للصندوب طبعا هو مهنان الاطار يعني الاسبير مهنى هاي المعدات لازم تخليها المطفاية وصل التنظيف لازم تحتفظ بهن. هاي هنا شو مخلي آني مخلي الدسك المستعمال القديم حتى من نروح السوق بغداد اجيب عليه. واضح? شي سوا والبداية بتاخذ هاي القطعة الزغيرة ما والبوري اللي هي هاي. وان طبعا هذا مسوي فيديو عنا كامل بس هس حبيت اوضح لكم اياه. احنا بتفتح هاي القطعة. واضح? افتحها بيدك يعني سهل الفتح شوف. راح يطلع عنا شنو بوري. نخلي بيهاي. ونخلي بيهاي. ونظل نفر. نزل الطائر. هاي اللي اللي جدد ما يعرفون ينزلوه. ينزلوه هاي. واضح? نطلع الطائر ونكمل لكم الفيديو. السبير فتحته من السيارة مثل ما قلت لكم راح افتحه. واشوفكم قياسات الهوامادة. هذا السبير اللي يسموه القزم يعني. السبير الضعيف اللي يجو السيارة. مو السبير اللي يجي بالوارد الخليجي. يجي نفس التائرات المجدودات بالسيارة. ويكوب. شبير يصير. لا هذا السبير صغير. يسموه قزم على متخفية الوزن. والتكلف وما تصير اقل. ماشي واضح? هسا عندنا اول شي. اذا شديت هذا السبير. جقد تقدر تمشي بيه سرعة. طبعا هنا مكتوب بالكيلومتر. ثمانين كيلومتر. اقصى شي تقدر تمشي بيه. بالميل. بالميل. خمسين ميل. هاي الميل والكيلومتر. اذا شوفهم بالعداد ما السيارة راح تلقاهن باتجاه واحد. الميل والكيلومتر. هسا عرفنا السرعة. مال التائر. جقد هذا السبير. اذا شديته جقد تقدر تمشي بيه. ثاني شي. جقد الهواء مالتة. هده هم 35. لا. هذا الهواء مالتة هنا مكتوب. شوف مكتوب 60 PSI. واضح؟ 60 PSI. يعني الهواء مالتة 60. تخلي له 50 عادي. تخلي له 60 عادي. هو مجرد السبير. فانا انصحك تخلي له 60 يعني دائما من قيجة ستلقى نازل. انا متأكد. اذا تروح لبانتر تخلي نازله. ويقيجة. راح تلقي به 40 أو 30. هيت شي. لان هو دائما لان ينترك ما يحمى يقل الضغط ماله. واضح؟ بعد شنو اريد اقول لكم عن هذا. وهذا التاير ما بيحساس ضغط الاطارات لان هذا سبير. واضح؟ فاي واحد يشد السبير ويمشي عليه ليعبر ال 80 لان هو مجرد توصيل هذا التاير. واذا تريد تقيج الهوامالته تخلي الى 60 إن شاء الله واضح. التاير الزغير جد وعرفنا التفاصيل لني كل هنشي راحتين إن شاء الله واضحات. هس اذا مشت السيارة كانت باردة ومشت. واضح؟ اذا مشت السيارة كانت باردة ومشت. من تمشي تعبر 50 كيلو أو 60 كيلو راح يحمى التاير. من يحمى التاير راح يتغير الضغط ماله. راح يصعد. ليش؟ لان بالحرارة يتمدد الهواء يصير حجمه أكبر. راح الهواء مالتاير يضغط. زين هس احنا منا جو حار وصيف. كل واحد سيارته ما بيحساس ضغط الإطارات يروح يشيك تاير مالتاير يم أو التايرات. يشوف يشقد الضغط وخلي ثبتها على 34 إلى 35. واضح؟ هذا الوقت كلش مهم ان تروح تشيك الضغط ما الهواء ما التايرات ما سيارتك. حتى لو صار عندك مشاكل لا قدر الله مثل انفجار تاير أو شي. خلص التاير يصير شوية نازل ولا شوية يصاعد. إذا يصير شوية نازل راح يستهلك وقود أكثر بس ما ينفجر بسرعة وبالمشيح ما راح يصعد إن شاء الله واضح. أهم شي تخلي الهواء المضبوط للتاير. إذا عندك حساس ضغط الإطارات وتشوف التاير من الـ 34 أو 35 صعد للـ 40 عادي 39 عادي. أكثر من 40 45 47 لا لازم تقلل الضغط مالته إن شاء الله واضح والفكرة واضحة لأن مكتوب على التاير أكثر شي تحمل 42 يعني أكثر شي 42 وإحنا أكثر شي خلي يصير 40 وجوه لا تخلي يصعد أكثر وانتبه عليه ودائما من تمشي خلي السيارة على حساس ضغط الإطارات وإذا ما عندك أكو رابط وموضوع راح تشيل كياب نهاية الفيديو تعرف شون شي تحصل ضغط الإطارات. ضغط الإطار ما اللي سبير يختلف عن ضغط تايرات السيارة ليش؟ لأن هذا التاير الحجم مالته يختلف لازم الضغط مالته يختلف. الآن يجوز واحد يسأل يقول يابه ما هذا التاير صغير شلون هوا أكثر من تاير تشبير؟ إيه أخوي هوا أكثر من تاير تشبير. ليش؟ لأن هذا ضغط ما لعلاقة يعني ما لعلاقة حسب تصميم تاير يعني ما لعلاقة هذا تشبير أو هذا صغير. واضح؟ يعني مثلاً هسا تاير الشفل اشقد عملاق الشفل وشقد يشيل أوزان ثقيلة. الهوامالته أربعين. الدركتر اللي هي الكرابة والحاروثة مال الأرض. اشقد الهوامالته؟ عشرين. تاير الكليل حمل اللي حجمه ثمعش. الزغير. اشقد الهوامالته؟ خمسة وستين. يعني ما يكو نسبة. ما يكو نسبة هذا التاير الكبرى. هذا كتاير كبير. مثلاً تاير الدراجة. تاير الدراجة ثلاثين الهوامالته. وتاير الكاروبة او الدركتر الهوامالته عشرين. فما لعلاقة الكبر التاير وحجم التاير. كل تاير وقياسه والشركة شون مسويتها والضغط مالته. اخوان ان شاء الله عجبكم الفيديو. واللي ما مشترك بالقناة يشترك بالقناة واللي عجب الفيديو يضطيني لايك. اخوكم حسن المسيباوي. القادم افضل ان شاء الله. اخوان قبل لا اختم الفيديو وخلصوا الفيديو. اي واحد ما عنده حساس ضغط الاطارات بسيارته. يقدر يضيفه ويشده بدون ميز لغوير. او بدون ما يسوي اي شي يعني مجرد يتابع قناة مهندس احمد امنيا من مصر. بصراحة هذا مهندس احمد مظلومة القناة مالته مظلومة. مظلومة شلون يعني ينشر فيديوهات كلش حلوة. مثلا جينيسيز شلون يشدلها بيبان شفط اذا ما بها شفط اذا ما بها رادار. شلون يشدلها رادار بدون ما تزلغ اي واري. يعني ما تقص اي وار. مجرد فيش شغل ابلادي مع شركة. شغل كلش حلو. قناة مالته تستاهل واحد يشترك بيها. قناة تعليمية وكلش حلوة. خليكم الرابط. مال حساس ضغط الاطارات شلون يشده هو. جواب الوصف شوفوه. قلوا لجايك من طرف حسن امسيباوي. والله هو ما قيل لي اصلا انشر قناتي او سويلي اعلان او اي شي. بالثاني بادرت بهذا الشي لان شفته تعبان على المحتوى مالته ولازم يوصل الف مشترك. فيما الله.